موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جعل الله كل أيامكم مشاهدين الأعزاء صحة وعافية ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الطبي طبيبك بين يديك حديثنا لهذا اليوم عن القرانية المخروطية ما هي وما أهميتها ولماذا يصاب البعض بها هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي في الاستوديو الدكتور صالح العرولي أخصائي أمراض وجراحة العيون في مستشفى المنار محافظة إب أهلا ومرحبا بك بكتور أهلا وسهلا بكم وبالجمهور الكريم أهلا بك بكتور قبل أن نبدأ حوالنا لهذا اليوم نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود فاصل قصير مشاهدين الأعزاء لا تذهبوا بعيدا القرانية المخروطية قرانية العين هي الطبقة الشفافة التي تغلف العينين من الخارج والتي تركز الضوء على العين ويصاب بعض الناس بما يسمى بالقرانية المخروطية والتي تعد اضطرابا في الرؤية يحدث عندما تضعف القرانية وتنتفخ إلى الخارج كالمخروط ويؤدي ذلك إلى عدم تركيز الضوء بشكل صحيح على الشبكية مسببا بذلك رؤية ضبابية مما يجعل المهام اليومية مثل القراءة أو القيادة أمرا صعبا وغالبا ما تؤثر على كلتا العينين ويمكن أن تؤدي إلى اختلاف شديد في الرؤية بين العينين مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء من جديد دكتور في البداية القرانية المخروطية ماذا نعني بهذا الاسم؟ اسم المرض المرض هو مرض يصيب القرانية يغير تحدبها تصبح في المراحل الأخيرة أشبه بمخروط من هنا جاءت تسميته نعم طيب حدثتنا دكتور قبل البدء بالحلقة أن هذا الموضوع مهم جدا لماذا يعتبر مهم؟ هو مهم جدا بالنسبة لنا لأن نسبة انتشار القرانية المخروطية في منطقة الشرق الأوسط أكثر من أي منطقة أخرى في العالم وإحنا في اليمن عندنا حالات كثيرة جدا لكن للأسف لا يوجد إحصائيات دقيقة لهذا الموضوع المرض القرانية المخروطية هو السبب رقم واحد لزراعة القرانية في منطقة الشرق الأوسط بينما في الغرب أو في الشرق ممكن يكون السبب رقم ثلاثة أو رقم اربعة لأسباب زراعة القرانية فهو من أهم الأمراض المنتشرة من الأمراض التي يمكن علاجها مبكرا وتحسينتها بشكل جيد جدا إذا شخصت مبكرا وعليجت بشكل الملائم طيب في أي فئة عمرية يبدأ أظهر هنا تظهر الأهمية الأخرى للمراض لأنه يصيب عمره مبكر جدا يبدأ يظهر عادة في السن ما بين 10 إلى 20 سنة قد يظهر في حالات بسيطة 20 سنة ولكن يظهر في سن مبكر جدا من هنا لازم تشخيص مبكر علاج مبكر لهذا الشيء علشان المريض عاد قدامه حيا يعني يحافظ عن النظر يعني في حال معرفته دكتور بشكل مبكر يمكن تلافي المراض يمكن تلافيها وعلاجها ويصبح النظر طبيعي مئة في المئة كلما عرج في مراحل مبكرة نعم طيب أسباب إصابة العين دكتور بالقرانية المراضية لا يوجد أسباب لحد الآن واضحة لسبب هذا المرض حتى الأسباب هم يعزوها إلى أسباب وراثية عادة نظر لأنها تظهر أحيانا في بعض العائلات بشكل متكرر لكن لا يوجد أنه توراثي واضح مربوطة برضو بأسباب بالحساسية راضي الحساسية وجفة في العين في مرض يصيب حساسية تصيب الأطفال تسمى الرمد الربيعي مصاحب معها بنسبة تصل إلى 30% فلا تسمى عوامل مسببة مباشرة ولكن عوامل مساعدة ومصاحبة حسب الإحصائيات يعني مصاحبة بشكل كبير نعم طيب دكتور يستطيع أي شخص أو يستطيع الأهل مثلا معرفة أن ابنهم أو طفلهم يعاني من القرانية المخروطية لا للأسف ولا يستطيع حتى الطبيب أنه يعرف أن المريض عنده قرانية مخروطية إلا بفحوصات متقدمة نوعا ما المريض لو أننا نتكلم عن الأعراض بشكل عام كيف يظهر المرض نعم المرض عالتان زي ما قلنا في عمر 10 إلى 15 سنة ممكن تأخر شوية يبدأ يشتكي من ضعف نظر عادي يروح يفحص يجد الطبيب أو اللي يفحصه أنه في عنده شوية تسميها قصر نظر مع انحراف بسيط أو استيغماتيزم لا بؤرية بنسبة بسيطة ويتصلح حادي بالنظارة فمن هنا مش باين أنه في قرانية مخروطية ولا تظهر أي أعراض واضحة اللي في مراحل متقدمة زي ما قلنا طيب إذن كيف يعرف هل تجد رفحصات بشكل عام مثلا هنا تظهر أهمية الاكتشاف المبكر أنه لازم الطبيب يكون حاط المرض في رأسه علشان يبحث عنه مع المريض في هذا الفئة العمرية خصوصا لما يشوف أنه مثلا في تاريخ مرضي زي ما قلنا في العائلة لو في أي عامل مع عامل الشك لا يهملها ويعمل الفحوصات الفحوصات هي عبارة عنه يشوف تحد بالقرانية كم هو يعمل حاجة يسمى تصوير قرانية جهاز تصوير القرانية بيمسك المرض في مرحلة مبكرة المرض هو عبارة عن أربعة مراحل المرحلة الأولى قد تكون صعبة التشخيص لكن من الثانية وما بعدها أسهل بكثير في التشخيص ونحن ما نشنوص على مراحل متأخرة طيب دكتور هل هناك إجراءات أخرى أيضا لتشخيص القرانية المخروطية التشخيص القرانية المخروطية في المراحل المتقدمة سهل جدا نحن بس نشتغل المسكوفة براحل مبكرة فالطبيب هو اللي يبحث هل المريض هذا عنده قرانية مخروطية أم لا الحاجة اللي ممكن تشكك الطبيب إن المريض هذا عنده قرانية مخروطية أول شيء زي ما أسلفنا التاريخ المرضي في العائلة إذا كان في أحد في العائلة عنده هذا الشيء المفروض أنه كل العائلة لازم يعملوا تصوير قرانية اللي هم في العمر الصغير الشيء الثاني لما المريض يجي للطبيب يفحصه محتاج نظارة لكن ما بيتصحح حتى النظر بشكل كامل أو يكون عنده نسميه استيغمتزم عالي الناس يقولون انحراف انحراف عالي في الزياد من الطبيعي المريض مثلا عملنا له نظارة وبيشوف ستة ستة بس جاي بعد فترة بسيطة مش مرتاح بالنظارة ونشوف المقاس تغير هذه كلها تغير مش لازم ينقص ممكن انحراف غير محوره وزود الدرجة أو قل الدرجة إنما العلامات الصريحة اللي انشخص بها هذه ما تظهرش كلها في مراحل متقدمة مفروض أنه الطبيبي يشوك أن هذا المريض عنده قرانية مخروطية التشغيل يستمع عبر حاجة تصوير القرانية جهاز سريع وبسيط يصور يظهر أنه القرانية فيها قرانية مخروطية أم لا فيه جزء من المرضى يكون الموضوع عندهم نسمي بوردر لاين يعني ما هواش واضح أنه عنده قرانية مخروطية بس ما هواش طبيعي 100% هذا نسميه ساسبكت أو مشتبه به ويظل تحت المتابعة ندخلش إلا لما يثبت أنه عنده قرانية مخروطية أم لا طيب دكتور في حال مثلا يعني جات أكيد بجي لكم حالة كثير في المستشفى وثبت وجود القرانية كيف وعي الأهالي لا فيه كثير من الناس مش فاهمين المرض أصلا يعني لما تشوف المرضى تقول لهم هذا عنده مرض قرانية مخروطية هم شايفين المشكلة ما في شيء مشكلة ولد عنده شوية ضعف نظار ولبس نظارة في عمر الأولاد بيبس فيها نظارة سن البلوغ فما بيشوفوش كثير من فيه مشكلة أصلا ما بيتجاوبوش مع الطبيب في العلاج ويتأخروه في العلاج للأسف وهذه المشكلة وهذه مشكلة كبيرة نعم دكتور نستكمل حوارنا بعد هذا الفاصل مشاهدين الأعزاء فاصل القصير ذو منعون مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء من جديد دكتور في حال تم اكتشاف المرض كيف يمكن البدء بعلاجه؟ لما نتشف المرض في مرحلة مبكرة كما أسلفنا له عدفة مرحلة الأولى بتكون النتائج هائلة والمريض بيتحفظ منظره بالكامل إذا شخص المرض في مراحل متقدمة شوية حتى ونتقلنا بعلاج ما بيكونش النتائج 100% العلاج بينقسم إلى محورين رئيسيين أول محور هو كيف نوقف المرض لأن المرض مستمر ما بتوقفش بيحصل ضعف أو ترقق في القرانية مستمر يتقدم مع مر الوقت فأول شيء يتعمل نحن نوقف المرض ثاني شيء هو كيفية تحسين جودة النظر كيف يتم إيقاف المرض يتم بحاجة اسمها تثبيت القرانية تثبيت القرانية بيتم بالأشعة فوق قلب النفسجية مع قطرة الريب وفلافين تعتبر عملية تجرى العملية تجرى العملية بتجرى ببساطة وسهلة جدا يعني بتأخذ وقت صحيح لكن الاستيابة كبيرة نسبة نجاحة عالية جدا نسبة بسيطة من المرضى تحتاج إلى إعادة تثبيت وفي نسبة بسيطة جدا يمكن ما استجبش بس ما قد تصدفنش حالة أني ما استجبش بعد خلال كم ممكن تعيد نحن نعمل تصوير القرانية نعمل تثبيت نراكب المريض ونعيد التصوير بعد شهرين بعد ثلاثة بعد ستة بعد ستة نجد الأرقام ثبتت تماما ما تتغيرتش يعني مثلا المريض هذا كنا شاكل عنده قرانة مخلوطية وصورناه اليوم تابع بعض 6 شهر وجدنا الأرقام تغيرت وتأكدنا عنده قرانة مخلوطية مفروض أنه في خلال 6 شهر بعد العملية أن الأمور تثبت وجدنا بعد 6 شهر مثلا الأمور ما ثبتتش بنعيد التثبيت لا يوجد أي مشكلة الإجراء بسيط جداً لا يوجد أي مشكلة مجرد قطرات تقطر على مدى نصف ساعة وساعة لربع إلى المريض وبعدين تحت جهاز الأشعاف وقبل نفسية لمدة نصف ساعة إلى ساعة لربع يعني حتى لا يوجد رقود دكتور لا يوجد رقود ولا حاجة المريض يقوم يروح لا يوجد أي مشكلة شوية وجع وألم وقطرات وتكون الأمور طيبة إن شاء الله المراحل المتقدمة من المرض عادة ما فيش علاج لها إلا زراعة قرانية زراعة القرانية عملية مكلفة وكبيرة جداً نعم وأيضاً دكتور تقام عندنا مثل هذه العمليات للأسف زراعة القرانية مش موجودة حالياً في اليمن بسبب إغلاق المطارات والحصار فما بش متوفر قرانيات فأنا نحن نديها من الخارج ما نقدرش نأخذها من الدونرز أو العاطين لأن المعطي هو المفروض الشخص مات حديثاً خلال 24 ساعة ويكون سن نوى بين كذا كذا والصحة وكذا ما حدش هيرضى يتبرع بالقرانية حقه ولا عندنا ثقافة التبرع بالعضاء صحيح لكن إن شاء الله مستقبل إن شاء الله مستقبلاً نعم نحن نشخص المرض في مراحل مبكرة ونعالجه بالتثبيت أو بأي إن كان هو أفضل نحن نوصل للمراحل الأخيرة وزراعة القرانية والنتائج أفضل بكثير عموماً صحيح طيب ذكر دكتور أيضاً كيفية تحسين جولة النظر تحسين جولة النظر حسب النتائج وحسب مرحلة المريض فيها وحالياً في أبحاث جديدة بتقول إنه ممكن نعمل لهم حتى ليزك لأنه كان ليزك ما ينفعش فيه مرض القرانية حتى بعد التثبيت الانحراف عالي ولازال منتظم يتصلح بحاجة اسمها زراعة حلقات في القرانية ونكمل الباقي من الظهر وعلى ستلاسقة لما المراحل المتقدمة من ضعف النظر والغير المنتظم زي ما قلناها زراعة قرانية وبعد زراعة القرانية ممكن نعمل حلقات أو ليزر أو أي عملية تصحيحية تحسن جوت نظر إلى أقصى درجة ممكنة بس ما بتكونش النتائج زي ما تكون في القرانية الطبيعية طيب لو أردنا دكتور معرفة ماذا نعني بالقرانية المخروطية بداية لازم نفهم أيشة القرانية القرانية هي الجزء الأمام الشفاف في مقلة العين أو كرة العين محدبة بشكل تحدب منتظم بحيث تؤدي وظيفتها تحدبها بشكل كروي نوعاً ما مرض القرانية المخروطية هو مرض متفاقم يعني لما يصبح مريض ما يتوقفش يزيد مع الوقت يحصل ترقق في القرانية أو ضعف فيها مع الوقت يزيد في المنطقة المركزية أو جنبة المركزية ويحول شكل القرانية مع الوقت إلى شكل قمعي ما يظهرش شكل القمع أو المخروط إلا في المراحل المتقدمة نعم يعني مش بسرعة يظهر المراحل لا مش بسرعة في الأول في الأول ما تظهرش الموضوع هذا نعم بس في الأول يظهر أنه بيغير تحدبها القرانية إلى الأعلى يعني تحدب بيكون في درجة معينة يزداد 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 مع تقدم المرض لما يصبح بدل الشكل الكروي شكل قمعي نعم أو هرمية الشكل يعني دكتور إذن قبل معرفته كمي ربما إلى كم سنة يعني قبل معرفته اكتشاف المرض يعني بعد كم مرحلة ممكن يوصل لهذا المرض لا أنه يوصل للشكل الحرمي والقمعي وكما يصل الشكل في مرحلة الرابعة المرض هو أربع مراحل أيوة بس في الأول يكون شكل القرانية فعلا طبيعي نعم إذن دكتور في الأخير نصائح نقدمها للناس لتجنب مرض القرانية المخروطية النصائح دائما نهتم بحكاية الاكتشاف المبكر فالنصيحة الأولى هي للأحالي فاحصر للنظر ومراجعة الطبيب خصوصا في الأعمار التي هي بعد دخول المدرسة مثلا عدم إهمال شكوى الطفل إذا هو بيشتكي من أي ضعف بسيط في النظر قد يكون وراءها مشكلة كبيرة النصيحة الثانية للأطباء أنه يحاول يبحث عن المرض في الحاجة التي أسلفنا فيها سافقة يعني الناس اللي عندها تاريخ مرضي في العائلة أو أي انحراف غير مشبوفي النصيحة الثالثة هو التدخل المبكر وهذا الإهالي أنه لما يشوفه لما الدكتوري شخص قرانية المخروطية وينصحهم بالتدخل ما يخرش لأنه كلما كانت التدخل المبكر كلما كانت تنتاج أفضل بكثير في مشكلة في مرضى الرمض الربيعي وهي حساسية تصيب الأطفال في نفس الفئة العمرية في بعض الحين تكون شديدة جدا الحساسية طبعا في حكة شديدة ومرتبطة جدا بهذا المرض وهم يربطوها عدتا بحكاية فرق العين كثيرا فنشتي أنه نمنع حكاية فرق العين حتى الإنسان الصحيح فرق العين غير صحي بالمرة إذا في أي مشكلة حساسية أو حكة شديدة في العين لابد مراجعة للطبيب يصرف القاطرات المناسبة ونتابع لو في حساسي من نوع المزمن زي حساسي ترمض الربيعي نعم حتى دكتور اليد قد يكون فيها الكثير يعني من البكتيريا هذه مشكلة أخرى العدوى والحاجسة نحن نتكلم على حكاية فتفاقم الموضوع أقصد بالضبط نعم إذن في الأخير أشكرك الدكتور صارح العرولي أخي صاي أمراض وجراحة العين على معلوماتك القيمة شكرا جزيلا لك أهلا وسهلا بكم كما أشكركم مشاهدينا الأعزاء على طيب الاستماع أتمنى أن تستمعوا إلى تعليمات الطبيب وأن تكونوا بصحة وعافية شكر خاص لراعي برنامجنا مستشفى المنار في محافظة إب إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة